لبنات جبت ليكم ماسك كوري كي يحمق و كي يشهي بمكوينات مغربية لا غلى على مسكين ديال دراوش و هاد شي كامل بربعه ديال المكوينات انتمنا هاد الفيديو نال ريده ديالكم و نال اعجاب ديالكم و بس بخلوش عليا باللايكات فضلا و ليس امرا باش ان شاء الله هالفيديو يزيد ينتشر و يشوفو نص واحد اخرين و يستفدوا من هاد الماسك هاد الكوري اللي هو مصنع مغربي و مصنع الويدات ديالك لاحظوا معي غلق و ميوريكم الشكل دياله راهيب راهيب كما كتلاحظوا في الفيديو المصغر اللي خليت ليكم كي يبيض كي عالج تسبوغات كي عالج نمشو الكلف كي واحد لو لبشرة الوجه ديالك صالح الجسم صالح الرقبة صالح الوجه كي عالج لك تسبوغات ديال سنين و اعوام فهاد الماسك هاد من صنع الويداتك و الحمد لله بربعه ديال مكونات الرخى و الريباخة دائما كي الجديد الحمد لله في القناة ديالي فانتمنا منكم ادعموني باللايكات و مرحبا بيكم و الف مرحبه و يلا هون مشوب باش نتعرفوا على مكونات هاد الماسك الكوري اللي هو مكونات بسيطة و رخيصة و متوفرة في كل بيت و في كل منزل ممكن اي سيدة تعمل ان شاء الله هاد الماسك هاد هاد الماسك هاد البنات الكوري او الياباني اللي عمل ضجة كبيرة بزاف مواقع توصل الجماعية اليابانية فمكوناته بسيطة بسيطة للغاية اللي اغلى على مسكين الرخى و الرباخة مع القناة ديالي هي وصفات للجمال مع الهام يعني وصفات بمكونات بسيطة للغاية و مكونات مغربية و خل ماسكوري يعنو مسك نستخدمينه بوحد العشبة حنا للأسف ممتوفرش عندنا في المغرب فاحنا نستخدمنا في حال هاد الماسك تماما بنفس الفوائد و بنفس المزايا اللي كي يعطي ولي كي خلي البشرة بيضة صافية كي ما لاحظتوا في الفيديو في بداية الوصفة ديالنا فاذاك الشي اللي شفتوا هو اللي غادي يخلي لكم ان شاء الله ولكن جربوها هيدو علي العجز كنين شي معي جيزات و مقلانين بزاف القناة نبغيكم تحيدو العجز الوصفة الطبيعية الحاجة الوحيدة اللي غا تخليك باللارة كتحمقي بدوك الوصفات و بدوك الاشياء اللي هي مبساطة و رخاص هي المتابرة ديالك واحد الإرادة قوية تكون عندك مش هي إرادة تكون غير خفيفة وإنما تكون قوية يعنو فاش كنقولو غا نستخدمو هاد لغاوسات ولكن من بعد كن تراجعو كنقولو وخلي وحدة من بعد رغم عمر كي غادي تجربيها كونيها على يقيم تم انك مع عمر كي غا تستخدميها ولكن فاش كتقولي انو دا بغا نستخ هاد لغاوسات ولهاد الوصفة فلال فلانية ففعلا كتكون نتيجة الحمد لله وهذا الشي بشهادة الجميع يالبنات فالموايب لبنات قبل ان تعرفوا المكونات لغاوسات وطريقة تحضيرها لها بسيطة في عغرب عادية المكونات يالله لبنات اهرب الرع دائما لكي الجديد في قناة وصفات للجمال مع الهام بالنسبة لناس اللي اول مرة كي تشفوا لشين بغي نقول لكم مرحبا بكم و الف مرحبا شنو كتسنا ولا شنو كتسينو شتاركو في القناة يوميا كنين دي في اشتركو مرحبا بكم فعلو زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد خليو لنا تعليقات خليونا الاقتراحات خليونا استفسارات خليونا شنو تبغي تشوفوه في الفيديوهات المقبلة وللفيديوهات الماجئة شنو الموادع اللي تبغيوني نتكلم فيها اي سيوجيو اي موضوع ببنات بيتوني نتكلم فيه فامعليه الا تحت طلبتكم لبيلكم ذك الشي اللي بغيتوا ولكن دعموني باللايكات دعموني بالشراك ديلكم في القناة دعموني بانكم تفعلو زر الجرس لكي تت وصلوا بكل ما هو جديد خليو لنا تفعلو زر الجرس لكم في كومنتين وعلى بركة الله سوف نتعرفو على مكونات هذا الوصفة اللي هي بسيطة في مكنتي ستستخدمي هذا الماسك الكوري بزافة الناس كيسمعوا الماسك الكوري كيتخيلوا ماسك اللي هو بمكونات غتمشي تخديم بوحدة ثمن بغا هيدو ما غاديش يكونو الحمدول الله للبنات هما مستخدمينها بعشبة كورية ونستخدمها بمكونات مغربية رائعة للغاية باش كل شي يجرب وعلى بركة الله نشوف نتعرفو على مكونات هاد الوصفة فبالنسبة لمكونات كما قلنا نختاريك لكم ربعا دي المقادير اول حاجة نبدو بها هي بودرة الشاي يعني كتاخدي الحبوب دي الأتي يعني الشاي الأخضر إلا ما عندك شخودي الأسود كتاخدي كمية من حبوب الشاي كتطحنهم زيان وهذا هو الشكل النهائي ديالهم هانتوما يعني هدا هو الشكل اللي كتصبح عليه لغاوسيت وثاني مكوين غا تحتاجيه معايا فاد لغاوسيت ان شاء الله هو حب رشاد حب رشاد بزف الناس غايتعجبون قولوا لي حب رشاد استخدمتيه لينا فاد لغاوسيت وحنا دا ما عمرنا استخدمناه يعني واش فعلا فيه مزايا واش فعلا زوين نبغي نقول لكم لبنات عظيم معجيزة سبحان الله مكوين ربان يا قسم من بله لبنات في علاج تجعيد علاج تسبوغات وكيفتح كيفتح البشراء وكيعطيها نظارة ولا أرواح فغا تحتاجوا معايا ان شاء الله إلى بودرة حب رشاد إلا ما عندك شخب رشاد سيري غدر عند العثار خد يغيدر يهم ولدرهم وونس ولا جوجدرهم يعني باش تكون الوصفة كداية سامبل على جميع الناس يعني تكون بسيطة 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 للغاية للناس اللي في العربية والناس اللي في المدينة والناس اللي خارج المدينة يعني تكون الوصفة الحمد للله في المتنودي لكل شي بالنسبة للثالث مكوين غا نحتاجه هنا يا البيض وهنا غا نحتاج غيل بيض ديال البيض ما غا نحتاج السفر السفر أكيد غا نحتفضو به باش نستخدموه في بعض الوصفة الطبيعية الأخرى ولكن فاد لاغو السيت غا نحتاج معاكم غيل بيض ديال البيض فقط بالنسبة الرابع مكوين هو آخر مكوين معنا فاد لاغو السيت هو النشاء وما يسمى بالدورة أو المايزينة عندي البنات هنا يا هاد النوعية عندي جوش النوعية تغير نوريهم لكم وبالنسبة للنشاء وما يسمى بالدورة فهو الزوين كيفتح البشرة الوجه كيبيضها كيعطيها إشراقة كيعطيها نظارة كيعالج لك دوكلتاش للناس اللي عندهم لطاش ديال السنين وأعوام ما كيخليهمش يعني هاد الزهرة ديال الدورة غبرة معجزة سبحان الله في علاج تسبوغات علاج لتخاص يعني الزوينة كتبيض المناطق الحساسة يعني رائعة للغاية فغا تحتاج معايا كمية من زهرة الدورة وهادي لبنات في مئة وسبعين قرام وكتعمل سبعة ديال الدرهم غا تلقيها عند أقرب بقال وكينا هاد النشاء هادي ديال المعروفة في مئة وثمانين قرام وكتعمل غسة درهم مغربية المهم لبنات هدا هما المكوينات هدا هما العناسر يعني بسطهم بسطهم بزف بزف ما بقينش هكذا نجيب شي مقادير ولا مكوينات يكونوا فهم سويا يعني يكونوا غالين شويا يكونوا ماشي في الاستطاعة وانا ما شاهدت تكلفة ديال جميع الناس وانا شيء حاجة بسيطة الحمد لله وانا شلي ملفاكم وانا شيء اللي معودكم عليه في القناة دائما الحاجة البسيطة وفاش كتكون البسيطة كتكون الفرحة والله يقسم لكتكون الفرحة الحمد لله مع البساطة فاندوسوا على بركة الله لطريقة تتحضيره وما تنسونيش لبنات من لايكات ديالكم لهذا الفيديو فضلا وليس امرا باش يزيدوا توصلوا الفيديو العدد كبير من لايكات ويزيد انتشر عند بزاف ديالناس ويشاهدوه ويستافدو منه وعلى بركة الله غادي نحتاج هنا يهد الإناء هذا وغادي نضيف له كمية من بودرة الشاي وغادي نضيف كمية من حب برشاد وغادي نضيفه ان شاء الله كمية من يعني نشاء وعاد من بعد ان شاء الله نضيفه البيض يالبين نضيفه عائل ممن هم وعادي نضيفه وعادي نضيفه وشواه وعلى بركة الله نضيف معكم البيض البيض نجمع هذه المكونات الوصفة غير ناجحة خلطة وعودة خلطة خلطة غير صافية لا خلطة جيدة لكي يكون لازج في حل العشبة في الماسك الكوري يكون تماما نصنع ماسك كوري من صنع مغربي نصنع الويدات في البيت بمكونات معجزة ورائعة في علاج تجاعيد علاج تسبغات وعلاج لطخاش وعلاج السواد ولكن بحال هذا الماسك لا يكون مخالفة خلطة وخلطة وعودة خلطة هذه المادة اللازجة نحن صوبناها ببيض البيض البيض يجعلك تحرك الوصفة وكثير تضيف المادة اللازجة وكثير بكل سهولة نتخلط نشاهد معجزة الماسك الياباني او الكوري الحمد لله يعني صنعنا ماسك كي حمق وما نعودش لكم يا لبنات في علاجه يعني التسبوغات وعلاجه لنمشو الكلف علاجه للحبوب لتخاص للشوائب التسبوغات يعني الحمد لله معجزة بكل ما في الكلمة من معناه فدك الشي علاج جديد كان جري باش نختجي معاكم هاد لغوسات هادي وده بغادي نطبقه معاكم على اليد ديالي باش تشوفو بسم الله يعني كيمشي معاك في اي بلاسة بغيتي يشوفو يا لبنات كي حمق كي حمق ثم كي حمق يلا لبنات حيدوا علي العقز وجربوا لي الوصفة راه معجزة 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 في علاج التسبوغات وما سكوري كي حمق وكي شهيو واهم حاجة يا لبنات انا باش كنت فرحانة وكل طاقة وكل حيوية باش نتقاسم معاكم هاد الفيديو ولا نشاركو معاكم يعني هي انه لغسيت كي ما كنقولو مكوناتها رخيصة يعني المسك كوري ولكن المكونات ديال دراوش ديال بنات الشعب ممكن اي وحدة تجربها بقى غير كتقرة في المدراسة يعني بغا شي حاجة بسيطة علاقة دلحال علاقة دلجيب ديالها يعني غنت تخذي غبيض بيضة شوية حب رشاد يعني وحتى الشكل واللون نفس الماء نفس الشكل ونفس اللون ديال المسك الكوري خليوا ليناها تشوف تعليقات واشف حالو اولا لا وانا يلا يلا طبقتها بديتك نحس بالبشرة ديالي كتجبد يعني وصفة غنية بالكولاجين غنية بزف ديال الفوائد والمزايا التي لا تعد ولا تحصى المزايا ديالة في علاج التسبوغات علاج سود وعلاج تجاعد كذلك فنتمنى لبنات هذا الوصفة الكوري ولا هذا المسك الكوري صالح لبنات حتى اليدين حتى الجسم يعني اي منطقة بغيتي زائد انه يعني كيبيض وكيخليه واحد الاشراقة واحد اللمعان واحد الرطوبة بدك البيض ديال البيض فكانت هدي هي اللاغوست ديالي وموكان هدا هو المسك الكوري المعجزة سبحان الله العظيم في علاج تسبوغات وصبييد لول بشرة الوجه زائد لون ديال والبنات كي يحمق وكي يشهي وكي يلعي شكرا لكم تمنى هد الفيديو سباختاجي وتشاركوه مع الناس لايكات 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 لهاد الفيديو بجنزيد نجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو زوين اشتركوا مرحبا بكم فعلوا ازال جرس لكي تتواصلوا بكل ما هو جديد اتلقى معكم في فيديو قادم وبسلام عليكم